أهلا وسهلا بكم طلابي العزاء طلاب الصف السادس في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سنتطرق إلى موضوعات الأسبوع الثاني لمادة اللغة والأدب وهو بعنوان فن الكاريكاتير وقلنا سابقا أن فن الكاريكاتير يعود أصل هذه الكلمة إلى اللغة الإيطالية وهي منشقة من الكلمتين هما كاريكو وكاريكاتير وتعني كل كلمة من الكلمتين التزويد والتضخيم كما يعود تاريخ فن الكاريكاتير في العصر الحديث إلى دولة إيطالية حيث إن هذه الكلمة استخدمت لأول مرة في إيطاليا وبرز فيها أهم الفنانين المقتصين في هذا الفن وللكاريكاتير أنواع عديدة كما قلنا سابقا الواقعي الخيالي السياسي ومن أبرز الفنانين في فن الكاريكاتير وليام ناجل علي مصطفى حسين عماد حجاج أبدأ عزيزي الطالب بذكر الأهداف الخاصة لهذا الأسبوع ذكر محتويات دروس الأسبوع الثاني وتفصيل في هذه المحتويات والمهام المطلوبة في هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سنتعرف على رسام كاريكاتيري وهو عماد حجاج وسنقوم بدراسة بعض الرسوماته وبيان المغزى منها أبدأ عزيزي الطالب بمن هو عماد حجاج هو عماد عيد حجاج هو رسام كاريكاتيري أردني من أصل فلسطيني عمل في عدة صحف محلية وعربية تتناول رسوماته الوضع السياسي في الشرق الأوسط والعالم بالإضافة إلى المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشغل المجتمع الأردني من خلال شخصية أبو محجوب الكارتونية وأيضا يا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى القاعدة الإملائية والتي بعنوان الهمزة المتوسطة سنتعرف على كتابة الهمزة وكيف تكتب الهمزة على ألف ومتى تكتب على ألف ومتى تكتب على واو ومتى تكتب على نبيرة عزيزي الطالب لا تنسى أن للحركات قوة فأقوى الحركات هي الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة وأضعف الحركات السكول وعليك عزيزي الطالب الانتباه دائما أثناء كتابة لتتعرف على كتابة الهمزة على حركة على الحركة التي فوق الهمزة وحركة ما قبلها وأن تقارن من حيث القوة بين الحركتين وبناء على هذه المقارنة يتم تحديدها تحديد هل الهمزة كتبت على نبيرة إذا كانت الكسرة أقوى هل الهمزة كتبت على واو إذا كانت الضمية أقوى من الفتحة أو السكول أو كتبت على ألف إذا كانت الحركة فتحة وبعد ذلك يا عزيزي الطالب سنقوم بعمل نماذج وتصميم كارتونية وبيان المغزى منها ومناقشة المجموعات الأخرى حول هذه الرسومات وطرح أسئلة مختلفة وعديدة عليها إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع الثاني ولا تنسي يا عزيزي الطالب أن في هذا الأسبوع ستقوم بإجراء اختبار تشخيصي ليقيس مهاراتك في مادة اللغة العربية فعليك عزيزي الطالب أن تتذكر القواعد والنصوص التي تم التطرق إليها سابقا ولتتصطيق الإجابة عن هذا الاختبار كما أننا سنقوم بإعطاء فقرة إملائية يمليها عليك المعلم فعليك عزيزي الطالب أن تتذكر القاعدة الإملائية العمزة المتوسطة لتستطيع أن تكتب كتابة صحيحة إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت شكرا لكم حسب استماعكم وإلى اللقاء أحبائي الطلبة